ورد على قناة المهرية الفضائية اليمنية قبل يومين خبر اكتشاف قطعة اثرية في كهف حوق الواقع شمال شرق مدينة حديب عاصمة ارخبيل سقطرة واضافت المهرية ان القطعة تعود الى العام سبعمية قبل الميلاد مكتوب عليها بخط المسند مايلي انا عبقر بن ابسو مايا ارجو ممن يصل الى هنا ان يكتفي بقراءة هذه اللوحة ولا يعبث بها وان الله سوف يحفظه دعونا نشاهد اولا ما ورد على قناة المهرية ثم ندلي بدلونا في هذا الصدد وجدت قطعة اثرية في كهف حوق الواقع شمال شرقي مدينة حديب عاصمة ارخبيل سقطرة القطعة التاريخية تعود الى عام سبعمية قبل الميلاد مكتوب عليها انا عبقر بن ابسو مايا ارجو ممن يصل هنا ان يكتفي بقراءة هذه اللوحة ولا يعبث بها وان الله سوف يحفظه كانت تلك العبارة منقوشة بخط المسند على لوحة خشبية تعود الى عام سبعمائة قبل الميلاد مصدر اخر يعطينا معلومات مغايرة تماما لما سمعناه في تقرير قناة المهرية اذ يقول هذا المصدر ان هذه لوحة خشبية تعود للعام 569 ميلادية منقوش عليها بالخط التدمري والنص باللغة التدمرية وقد سبق لخبير الكتابات القديمة الفرنسي كريستيان روبين مع ماريا غوريا فك رموز اللوحة وترجمتها كما يلي انا عبجر بن عشيمياء من شمر جئت الى هنا في الخامس والعشرين من شهر تموز 569 ميلادية الى مغارة بلاد نيشي فليبارك الرب الذي قادنا الى هنا وكل من يقرأ هذا اللوح وليبارك كل الذين يتركون اللوحة في مكانه بالنسبة لي شخصيا فانا ارجح ما اورده المصدر الثاني خصوصا ان ما نشاهده على هذا اللوح ليس خطا مسنديا على الاطلاق ولكنه يشبه خط الزبور لكنه ليس زبوريا ايضا لذلك نرجح انه بالفعل تدمري كذلك ارجح ما قاله المصدر الثاني بان تاريخ هذا اللوح يعود الى القرن السادس الميلادي وليس السابع قبل الميلاد حسب ما جاء في قناة المهرية لان الكتابة في القرن السابع قبل الميلاد لم تكن قد ارتقت الى مستوى النقش على الالواح في حين لم يكن الخط الزبوري والتدمري وغيرهما لم يظهر في هذه الحقبة جدير بالذكر ان كهف حوق يعد اطول كهف في الشرق العوسط واكثر الكهف غرابة في العالم هذا واترك القول الفصل لعلماء الاثار الاجلة ليدلو بدلوهم الصحيح حول هذه القطعة وما ورد فيها والله ولي التوفيق